السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم هنبتدي مع بعض تاني نكمل بعد انقطاع مدة طويلة اغذرونا فيها الغروف خرج عن ارضتنا بسم الله في ناس كتير طلبت مننا الفيديو ده انه احنا نعمله بصوت فهنا عدلناه وضفنا عليه شوية نقاط مهمة جدا وان شاء الله نعمله بصوت بدل مكان بالكتاب الفيديو بتاعنا بتكلم على ايه اهم النقط اللي اخد بالي منها كويس اوي وانا بصين مضخة طرد مركزية او اي مضخة عموما بشكل عام ايه وانا بجمع وانا بفك واهتم بايه طيب النقط دي كلها هتفرق معايا بايه هتفرق معايا في كفاءة المضخة نفسها في العمر التشغيلي لقطع الغيار اللي انا هركبها ان انا اخد اقصى مدى من العمر التشغيلي مش مجرد اخد ساعات قريبة وابقى متخيل لان اخدت احسن حاجة طيب النقط دي كمان بتفرق معايا في حاجة تانية مش كل مرة لازم اعمل كل الكلام ده او اعمل كل النقط لكن لما يبقى عندي مشكلة متكررة او قطع غيار بركبها وعمرها قصير اوي فلازم اعمل كل الكلام تعالوا نشوف ادي نموذج بسيط جدا ادي خط السحب وادي خط الطرد طبعا وده الكيسينج بتاعنا هنلاقي جواه الامبلر او المروحة او زي ما بعض الناس بتقول عليها البشارة او الساقية والعمود بيف اتجاه دوران طيب هنبص نلاقي هنا عندنا من الاجزاء اللي بتتهاكل دايما وبتبقى مهمة اوي الويرنج الويرنج دي هو جزء معدني بيركب ما بين الامبلر على الامبلر عشان لو حصل احتكاك مع الكيسينج هي اللي تتهاكل فغيرها دي بتأثر جدا 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 في كفاءة المضخة بتاعتي لو الخلوص بتاعها واسع بيأثر على اداء المضخة طيب طيب هنشوف مجسم نبتدي ادي الامبلر بتاعتنا او او الساقية وبعدين عندنا ادي عندنا العمود نفسه بتاع المضخة بيبقى عليه والسليف ده بيركب عليه الميكانيكال سيل واحيانا نيجي بعد كده نشوف نلاقي عندنا البيرنج هاوس البيت البلي اللي بيركبه هو البيرنج بتاعنا وادي البيرنج اللي هو طبعا المضخات بتاعاتنا دايما بيبقى فيها على الاقل اتنين بيرنج اللي ما يكون تلاتة وهنلاقي عندنا زي ما قولنا الاسليف راكب عليه زي حالتنا او ممكن يبقى او شوية اكسوسوريس تانية كل ده بيلف وبيدور كل المجموعة اللي اتكلمنا عليها دي العمود الاسليف اجزاء دوارة اه بس ايه اللي شاهدها اجزاء سابتة فمعنى كده ان في عندي اجزاء دوارة واجزاء سابتة الاجزاء الدوارة والاجزاء السابتة بيبقى ما بينهم خلوص فلازم دايما يبقى عندي الخلوص ده متحافظ عليه في كل اتجاهات قد بعض طيب وادي السيل بتاعنا سواء ده اللي بيحفظ الزيت جوه البيت البلي سواء كان زي الحالة اللي قدامنا او السيل زي ما شرحناه قبل كده طيب ايه بقى اول حاجة ابص عليها البيرنج بتاعي البيرنج بتاعي ده واحنا تتكلمنا في دورة كاملة عليه بكل تفاصيله يبقى البيرنج بتاعي طيب بصوا كده نقطة بالمرة يعني البيرنج اللي قدامنا ده الانر بتاعه يلف اللي هو النقطة الحامرة اللي جوه لو لاحزنا الكور نفسها الناس بيعض الناس متخيات ان الكور دي بيتلف بنفس الصورة لا الكور دي بتتضحرك فلو نلاحزنا في كورة هاي فيها نقطة حمرة بتضحرج في كل اتجاهات. ليه? علشان تخلي لو حصل تآكل في البيرينج نفسه في البلي نفسه ده متوزع على كل الاجزاء على كل الزوايا وكأنها كورة بنضحرجها لكن لو سبتة وبتلف بسرعة سبتة اللي هيحصلنها بعد بعد وقت مش هتبقى كورة هتصبح آآ مستطيل طيب العمود بتاع المضخة نفسه العمود اللي راكب عليه البيرينج وراكب عليه الامبلر وراكب عليه الاولسيل ممكن يحصل له مشاكل مكان الاولسيل ممكن يحصل له تآكل تحت البيرينج ممكن يحصل له تآكل العمود ده نفسه ممكن يتنى ممكن يكون آآ اصبح آآ غير مستوي طيب الاولسيلات الاولسيل نفسه ممكن يكون تالف فانا بقى حط بيرينج وعمود وصرفته كويس جدا على المضخة ونتيجة الاولسيل بمبلغ زهيد جدا مبلغ قليل جدا يصرب الزيت فاقوم اخسر بيرنج واخسر عمود وطر افوك اعملو فارولو ترومبا تاني. زي ما العمود مهمة اوي. والبيرنج مهمة اوي. طب ما انا كل دول متشهدين على الاساس بتاعهم اللي شايرهم هو البييرنج هاوس. يبقى لازم اتطمن البييرنج هاوس بتاعي آآ كويس جدا. لان ده اللي هيحدد آآ السنتر بتاع البييرنج والسنتر بتاع العمود. زي ما قلنا. طيب. تعالوا نقول ايه اللي ممكن تكون مشاكل في العمود? ده ما شفت كده الاصفر ده له العمود والابيض ده اللي هو السنتر لايم بتاع العمود. محور الدوران العمود. العمود في الحالة بتاعتنا دي اصبح منحني. يعني ايه منحني? يعني مركز دورانه مختلف عن مركز الهندسي له. يعني انا صنعت عمود من حتة من بار من حتة معدن. لما صنعته صنعته غلق. فبناء عليه مركز الشكل الهندسي ده اصبح مختلف عن المركز اللي هيدور معي. طيب. فده بيعمل لي حاجة اسمه ايه? شافت ان اوت. يعني ايه? يعني العمود ده اصبح اه خارج مركزه. بيدور بره مركزه. مركزه ايه? الهندسي. طيب. الموضوع ده اعمل ليه? هيخلي الميكانيكا لسيل بتاعي. اه ما بيدورش في نفس المركز. بيدورش مركز تاني. في الميكانيكا لسيل هيفاليار. هيحصل له انه يصرب بدري. هيحصل عندي فايبريشن. لان الاجزاء ما اصبحت ممكن تكون بتبدور وكنها احطيها الويرنج. الويرنج طبعا تأكيدا هتبوص في الحالة دي. البييرنج هيبوص طبعا هيستحمل فترة لكن هيبوص. هيتلف ليه? لان اصبح الدوران جواه ليس في نفس محور دوران الاصلي. الاول سيل او اللابرانس اللي على البييرنج هاوس هيصرب. طيب. طب انا لو عندي بيرنج راكب غلط. يعني ايه راكب غلط? انا وانا راكبه براكبه بواسته. لا دي حاجة تانية. خلينا نقول ان انا وانا بركب البييرنج في الهاوسنج. الشحط او قيمة التداخل مع الهاوسنج مش مزبوطة او قيمة التداخل على العمود مش مزبوطة. فاصبح او مركز دوران البلج مختلف عن مركز دوران العمود مختلف عن مركز الهندسي للهاوسنج. فكده بقى عندي اختلاف مراكز فاصبح العمود هنا في الحالة دي مش بيلف على خط واحد حيلفف اكتر من محور دوران. ففي الحالة دي ايه اللي هيحصل? هيديني في العمود. هيديني اللي هو الحركة الافقية للعمود. هتبقى اكتر او اقل من الطبيعي لان انا راكبت البييرنج غلط. لو انا عندي عمود وراكب عليه جلبة اللي بنقول عليها العمود ده لما الجلبة تركب عليه والجلبة نفسها مش مزبوط او ركبت غلط اللي هيحصل انها هو العمود هيلف في محور دوران او سنتر لاين والجلبة هتلف في محور تاني فبناء عليه هيديني غلط وهيخلي اللي راكب فوق ده هيفعلير بسرعة برضو. طيب. لو انا عندي او عندي تركيب غلط او وانا بصنع الحالة بقى اللي هو وانا بصنع وانا بصنع وانا بصنع عمود اا اا عندي بوز فطرية اعمل جلبة في او على العمود وصنعت الكلام ده بفتس غلط تفاوت او قيم تفاوت وتداخل غلط زي ما شرحناها كتير او في اا اكتر من بوسط على الصفحة هيخلي العمود ممكن يبقى في غلط ممكن يبقى العمود في غلط ويحصل اللي وبريشن وكمان التبوز عند الاولسلات واللابرانس ويحصل تسريب بالزيت بتاعي الميكانيكالسيل كمان الفيسز بتاعته والسبرينج ممكن تتكسر ويحصل تسريب هيحصل تآكل في ايه ده? هو احنا عمالين نروح ونيجف ان كل سبب كل عيب يجيب كل عيب من دول يجيب له اسباب والاسباب تجيب عيب تاني يبقى احنا كده بنلف في دايرة مغلقة لدرجة ان احنا ممكن نبقى تايهين فبناءا عليه في الحالة لما اكون تايه ومش عارف امسك المشكلة فين لازم اعمل كل التشيكات اللي قدامنا دي ايه ده? حاطط لينا صورة بس كده? لا تعالوا نبص كده هي نفس الصورة بس هنقول لكم اللي هنا اول التشيكة هنعمله اول حاجة هنبص عليها ان احنا نقيس للعمود ده اند بلاي ده بيقول العمود يقدر يتحرك اديه في الحركة الافقه في المستوى الموازي اللي بحوار الدوران وده يخص البرينج اه وليس العمود نفسه بنقيس شافتر ان اوت شافتر ان اوت ان بنشوف العمود ده بيتحرك في الاتجاه العمودي على ما احنا الدوران اديه بس كده لا وبشوف تصنيع العمود ده نفسه صح او غلط اه كمان بشيك على مدى اه ان العمود سنتر الدوران بتاعه بالنسبة ليه الجلاند الجلاند او الغرفة اللي هيركب فيها الميكانيكال سيل او الباكينج بتاع المضخة كمان بشوف مكان اللي هيقعد قاعديني الجلاند اه في البمب ده هل هو متعامد فعلا مع العمود ولا بفوض يبقى متعامد هنشرح كل حالة من دول بالتفصيل كمان انا لما باجي البمب نفسها بعد ما باجي خلص البييرنج بركب العمود والبييرنج باخد البييرنج هاوس بالفلانش بتاعته اركبها في الكيسنج الله طبعا هلازم الكيسنج ده يكون هيتسنتر وهيحصل له كمان ان السنتر بتاعه يكون نفس سنتر البييرنج هاوس وإلا الامبيلر هتبقى بتلف في في مركز دوران مختلف عن آآ مركز دوران الكيسي في بناء العليه هتحك او هيحصل احتكاك ومع الويرنج طيب يبقى هم دول المجموعة ان شاء الله ننتكلم عليهم في الفيديوهات اللي جاية نشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاية